هذه اسطنبول عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل وقت يخلد فيه الأطفال عادة للنوم إلا هذا الصغير الذي يشق طريقه بحذر إلى وجهه له مقصد وغاية إنه مصنع للخياطة يقول الطفل إبراهيم إنه جاء هنا للعمل والدراسة في آن معا للوهلة الأولى ظننا أنه سيكون الوحيد لكننا تفاجأنا بأن إبراهيم واحد من ثلاثين طفلا وطفلة جاءوا للهدف ذاته الطفولة تتدفق من وجوههم جمالا يبعث بالأمل رغم مأساتهم هنا يتعلمون ويعملون في ذات الوقت وتدرك طفولتهم البريئة فن الجمع بين المهام بشتغل وبدرس بستفيد من الدراسة بصيب بتعلم أقرأ وأكتب وبالشغل بستفيد بعيش أهلياني منعيش بالبيت اللاجئة السورية حبيبة صاحبة المعمل تقول إن عائلات سورية لجأت إلى تركيا أرسلت أبناءها للعمل في المصنع بهدف كسب قوت يومهم لكن فكرة أن يترك الأطفال دراستهم لم ترق لها فخصصت لهم جزءا من معملها الضيق للدراسة واستعانت بمتطوعين سوريين أنا أقول له لأبراهيم عد القطاع عديش اشتغلت فشفته ما بيعرفي عد جيت حطيته بدي أدرسه ما قدرت باعتبار بده أكفأ يعني مني بالتدريس طلبت من الشباب اللي حوالي طلاب جامع المم كاملين المخرجين فتطوعوا واجوا واجت الفكرة هيك وصرنا نجمع هالشباب والطلاب والصغار وبلشنا بتدريسه في هذه الغرفة مدرس اللغة الإنجليزية وفي هذا المطبخ طبيب أسنان أصبح معلما فلا المهنة مهنته ولا المكان يتناسب مع ما يقدمه الرجل من وظيفة جديدة إنه ثمن باهظ ذلك الذي يدفعه الأطفال السوريون نتيجة الحرب الدائرة في بلادهم ولعل منها استبدال المدارس بورش العمل لكن إبراهيم وآخرون مثله استطاعوا بإصرارهم الجمع بين الأمرين في آن واحد لكن تحت وطأة ظروف بالغة التعقيد والصعوبة مهران عيسى سكاي نيوز عربية إسطنبول